السلام عليكم الكثير يحصل المشكلة هذي طبعا المشكلة هذي انه يكون في مشكلة في الرمز الذي يشتريناه بطاقة الهدايا طبعا المشكلة هذي يكون نكون زي ما تلاحظوا هنا نحتاج معلومات اكثر عن تحصل البطاقة انا لما جيت هنا عند هذه المشكلة عملت انتقال وداني لجوجل هنا عندي صفحة جوجل اعمل طلب واكمل الفراغات هنا وحط رقم الجوال والايميل وزي كذا ورقم البطاقة وزي كذا وارسل طبعا انا هنا لما جيت شفت بيانة البايع انا قلت ما دخلني من البايع انا انا فقط مشتري اذا كان في مشكلة في البطاقة ولا شي تحملها البايع مش المشتري بعدين كما تشاهدون هنا رسلت البطاقة وعملت الاجراءات هذي اللي كنت حصل الشروحات فيها في اليوتيوب بعدين فكرت قلت انا كيف ادى اراسل الشركة انا هم يطلبوا بيانة البايع براسل الشركة مباشرة هنا دخلت على صفحة استي سي باي لان اشتريتها من هناك وراهت له هنا للشكاوي كما تشاهدون وعملت هنا مراسلة الدعم الفني هنا كما تشاهدون فتح عندي الدعم الفني وبدأت هنا الطلب عندي هنا استريع الاموال هنا دخلت بعدين هنا اطلع اعملت ايش اسم المدفوعات في عندي مشكلة في اضافة سحب الاموال اعمل هنا سحب الاموال برضو بعدين هنا عندي سحب الاموال هنا بعدين يسألني من التاجر له من السي سي باي اكتب له من التاجر من الصرف العالم من التاجر هنا بعدين هنا يجين الموظف يتكلم معه هنا كما تشاهدون التحدث مع الموظف خدمة العملة في السي سي هنا كما تشاهدون يجين الموظف بشرح له المشكلة كامل وبعد ذلك انتظر منه حل هنا كما تشاهدون شرحت له المشكلة كامل واش اللي حصلته هنا هنا لازم نشرح للموظف المشكلة كامل لان بعض المشاكل تكون يأمن احنا اخذنا بطاقة امريكية وحاجة زي كده كما تشاهدون بعد ما شرحتها كامل قدم لي شكوى الموظف قدم لي شكوى في نفس التطبيع كما تشاهدون هنا انتظر لان لما يكتمل هذا لاني كنت راسل وهو يتاخر في الرد هنا كما تشاهدون الان بيسألني على المبلغ ويسألني على كل حاجة اكمل له كل حاجة هنا في الاخر قل لي شكرا لانتظارك وعذران على اللي طالة تم انشاء تذكرة الان اعمل لي تذكرة شكوى في نفس التطبيع انا تذكرة الشكوى هذه ادخلها بعد فترة يطلب مني اضافة صورة للمشكلة بضيف له صورة في المشكلة هنا عندي كما تشاهدون هذه هي التذكرة هنا التذكرة اذا عملت له التفاصيل هنا موجود التفاصيل بس الان ما استطيع اضيف لها صورة بعد فترة معينة اه بعد يوم كده اذا دخلت عليه يطلب مني اضافة مستند او حاجة عليه اعمل له اضافة مستند اذا عملت له اضافة مستند هنا كما تشاهدون ما في عندي اضافة مستند الآن بس اذا دخلت بعد فترة ثانية انا طبعا دخلت بعديهم ثاني وهينا كما تشاهدون عملت اضافة سكرينشت لنفس الشاشة لنفس المشكلة علشان يتأكد منها بعدين عملت له ارسال وهينا كتبت المشكلة لا استطيع شاحن البطاقة يطلب مني تفاصيل البايع بعدين كما تشاهدون طبعا المشكلة بعد اسبوع جتني رسالة انه تم حل المشكلة دخلت هنا في نفس التذكرة اللي راجعها هنا كما تشاهدون تفاصيل التذكرة انتظر الان لكي يتفك انا طبعا انتظرت لما جتني رسالة تم حل المشكلة اشعار جاني رسالة نصية وجتني اشعار في نفس التطبيق هنا كما تشاهدون هذا الحل ديرك السمر طبعا الحل بالانجليزي بس هنا عندي مكتوب فيها يعني في بطاقة جديدة رسلولي هي هنا كما تشاهدون انا طبعا اول مرة ما اعرف انه رسلولي بطاقة بدل البطاقة بس دخلت ورسلت لدعم الفني مرة ثانية قال لي رسلنا لك بطاقة جديدة وهذا الرمز الجديد فيها كما تشاهدون انا بذهب لنفس المتصفح الان واقوم بمراسلة الدعم الفني مرة ثانية لكي يتأكد هنا طبعا نفس الخطوات اللي اولا بمراسلة الدعم الفني طبعا وهنا كتبت له برضو شرح كامل لاني ما اعرف انه قد حلولي المشكلة هنا كما تشاهدون بعد ما رسلت لهم كل حاجة جتني الرسالة هذه بالعربي طبعا ترجموا لي هي بالعربي عزيز العميل شكرا على رفعك التذكرة بشان الاستفسار هنا كود التفعيل الجديد الخاص بك هو كذا هذا الكود الجديد اذهب الان الى جوجل لتعكد من الكود هذا انه شغاله الى نفس المشكلة اللي فاتت هنا كما تشاهدون مجرب البطاقة الجديد اللي رسله هي الكود الجديد اعمل له هنا لصق بعدين اعمل تحصل البطاقة القيمة هنا كما تشاهدون انت على وشك اضافة مبلغ خمس ريال كما تشاهدون الان انتظر تم تحصل القيمة يعني المشكلة كلها انه يكون في بعض التجار انهم يبيعوا البطاقة من غير رصيد تقريبا في المشكلة هذه بعد ذلك يطلبوا منك مراسلة جوجل انت كمشتري ما تدخل بمراسلة جوجل اذا في مشكلة حلها من البايع مباشرة ما تدخل انت ولا باي شي بالنسبة للبطاقة اذا فيها مشكلة تروح لعند البايع مباشرة وتتاكد منها وتخلي انه يبدلها لك وانه يشحنها لك بنفسه طبعا الفترة المستغرقة في السي سي باي علشان يبدلوا البطاقة كانت تقريبا ثمانة ايام الان جاني يشعروا انه تم حل المشكلة بعد ذلك دخلت وشحنت البطاقة الجديدة هذا هو الشارحة باختصار من يوم ببداية المشكلة الان تم حلها اذا اعجبكم الفيديو اجد اعجب الفيديو الاشتراك بالقناة معكم فوازل وصابي و الى اللقاء